الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التحركات على مختلف مستويات الحفاظ على حقوق مصر المائية البرلمان العربي يصوت بالموافقة على بيان لدعم مصر في حماية أمنها وحدودها الغربية وأبو الغيت يؤكد أمام مجلس الأمن أن مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة سيدمر آمال السلام الثامنة مساء السادسة بتوقيت جرينتش مجلس أخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلنا بكم مشاهدين وفي البداية نرجو من حضراتكم أغضى كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لنحمي أهلنا ونحمي من نحب وفي خبرنا الأول وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التحركات على مختلف لمستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة والاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة جاء ذلك خلال اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والموارد المائية والري والعدل والمالية والداخلية من إضافة إلى رئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة حيث تم استعراض الموقف الراهن أخذنا في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص كما اطلع على سيد الرئيس أيضا على مستجدات القضية الليبية حيث وجه باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي كما أكد الرئيس أيضا على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار وتفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع كما بحث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سبول دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الأقليمية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن المباحثات الصنائية تضمنت التعاون على الصعيد الاقتصادي والصناعي في ظل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى والتعاون في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من النظم التعليمية الكندية كما تناول الاتصال لمناقشة جهود احتواء تداعيات امتشار وباء كورونا المستجد حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات والتنصيق بين السلطات المعنية بالبلدين كما جرت تبحث حول ملفات الأوضاع الاقليمية وجهود مكافحة ظاهرتين الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية والتنصيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية بحث وزير الخارجية سامح شكر خلال اتصال هاتفيا مع نظيره الامريكي مايك بومبيو بحثا عددا من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وصرح لمستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية بأن الوزيرين أكدا على استراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتين كما تبدل الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الاقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن حيث استعرض الوزير شكري جهود دولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في كافة أرجاء المنطقة كما تطرق الوزير شكري إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الأثيوبية المتعنتة وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي هذا واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنصيق بينهما خلال المرحلة القادمة حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك صوت البرلمان العربي بالإجماع على بيان يؤكد تضامنه التام ووقوفه إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وحقها في الدفاع عن حدودها الغربية بعمقها الاستراتيجي من الميليشيات الإرهابية والمرتزقة وأكد اللابيان أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مثمنا عاليا الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا والتي لقيت تأييدا ودعما أقليميا ودوليا خاصة أعلان القاهرة التي يتسق أو الذي يتسق مع كافة القرارات الدولية كما دع البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حلا شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن مصر احتفظت بالمرتبة الأولى أفريقيا كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة عام 2019 وأشارت خلال تقريرها اللاسنوي حول الاستثمار العالمي إلى أن الاستثمارات الموجهة للقارة الأفريقية شهدت انخفاضا بلغت نسبته 10% بالمقارنة بعام 2018 حيث تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة الدول الأفريقية باستثناء مصر التي شهدت زيادة نسبتها 11% لتصل بذلك إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها إلى 9 مليارات دولار ويعد لتقرير الأمم بمثابة شهادة على نجاح وفعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي لا ضفة سيدمر آمال السلام وخلال كلمتها أمام جلسة لمجلس الأمن لبحث التطورات في المنطقة أشار أبو الغيط إلى أن المخطط الإسرائيلي سيشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة والأمن في العالم مضيفا أن هذا القرار سوف يكون له تبعات خطيرة على حل الدولتين انتهى الموجز مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري أكسرانيوز دات تي في شكرا لكم مالي حسن المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة